السلام عليكم و مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير و على خير و في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد الوصفة لبنات من اروع الوصفات فمنطورش عليكم هنا كيفما تشوفوا معي بديت الوصفة بالحشوة بالنسبة للحشوة اخديت قطع من سمك عندي سمك الفرخ غير شوية ماشي بزاق شوية تحميره شوية سودانية القليل من الخرقم البلدي او القرقم واحد رسمع يلقى كذلك كنضيف لهم واحد زيت زيتون و نضيف واحد الفص من الثومة اللي قطعته او قمت بالهرس و نخلي هات السمك كي طيب و نخلي واحد جوش دقيق فقط كي طيب كي تشحر مع هات الزويته والثومة كنتمنى البنات ما تنسوني شمالي لايك ديالكم و تعليقاتكم اللي كتشجعني كذلك كنتو كتزوروا القناة لي اول مرة ما تنسوش تديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد و بعد ما كي طيب السمك نزولوا من فوق النار طبيعي الحال غادي نحيد السلسول ديالو غادي نفرتو كنزول هات الثومة هي كما كتشوفو طابس بزاف وتحمر لها اللون ديالها فرمضة ديالها ربقات الزيت ثم هنا كنضيف عندي فلسفرة و حمراء اللي قطعتهم الى مكعبات صغيرة الحجم و عندي الشامبينون اللي حتى هو قطعته رقيق و نضيف شوية الملحة و نخليها الخضر كالشحر نغطي عليها نخليها الطيب بعد ما طعبت الخضر نضيف لها الحوت اللي فرتته و نضيف لها جوج المكعبات طائرة نضيف ثوابين قطعتها بالمقص و نضيف زيتون تقصب رمعدنوس و نخلط جميع المكونات و نخلط جميع المكونات بطلب التوابين نستخدم زيتون كم نقص بريبس و نضيف صمى الهاتف لها حمود كوك و نضيف لها الحمض محكوك نضيف العجين نضيف الملحة قطرس من خلط طعام معلقة صغيرة من العسل نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين اشترك كويرات صغيرة للحجم اشترك كويرات صغيرة اشترك كويرات صغيرة اشترك كويرات صغيرة اضفك عليها الزيتون نضيفه في الفطائر نضيف حجو جمعين قاد صغار من الناشا خلطة هذه تجعل الفطائر مقرمشين وزوينين بزاف و مورقين مزيان نضيف العجين بسطوه بالمدلك يسهل علينا الخدمة بالنسبة للمسمن ونستعمل بزيت فممكن تبسطوه بالزيت فيستحسن بزيت عادية ما يكونش فيها الناشا الناشا تخليه غير التوراق الوسط نضيف العجينة نحتك ترقاق نحاول نوضح لكم الصورة البنات ندهنها بالخالط نضيف 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 كمية من الحشوات تكون مهمة يجب ان يكونوا عمرين جيدا نضع الفرن من قبل كي يسخون على درجة حرارة 200 من فوق أممكة وضعها في لاطة الفرن من قبل كي يسخون على درجة حرارة 200 من فوق أممكة وضعها في لاطة نضيفه من تحت نستمر سوف نكمل البنت نعود من بسطهم من الوسط نضيفه بما تبقى من الخالط نضيفه بالفرن من 180 إلى 200 اضافة لون ذهبي ندخل الى طيبو نفتحت عليهم فرنسا ونخرجهم من الفرن يتقدمون ساخنين ساخنين يتقدمون محمرين فهنا باقي نصخان مقدينش تنهزهم وهدو مرفة طائر ديالنا بعد ما نزلتهم في صاحن التقديم كي يجيوا على هد شكلها دي يا سلام ما نقول لكم شا البنات اللدة والقرمشة فضيعة طيب انا اكيد البنات اللي جربتهم غاليوا اليوم معتمدين عندكم في الايام الجاية المقبلة ان شاء الله كانت من نهاية الفيديو اليومين لإعجابكم مرة اخرى البنات الى اعجبكم الفيديو ما تتساونيش من اللي لايك ديالكم تعليقاتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء